سياسياً رحبت الولايات المتحدة بانطلاق المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروند بيرغ مع الأطراف اليمنية في الأردن وقال بيان صادر عن استفارة الأمريكية باليمن إن المجتمع الدولي لا يزال ملتزماً بشكل تام بدعم السلام في اليمن ويقدم دعماً كاملاً للجهود التي يبدلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وأعرب البيان عن أمله في أن تتيح هذه المشاورات التي تضم مجموعةً واسعةً من الشخصيات السياسية والاجتماعية المهمة في اليمن الفرصة للأطراف اليمنية لبحث رؤية متجددة لحل سياسي دائم للحر ودعا جميع الأطراف للمشاركة الصديقة في هذه المشاورات مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة من جانبها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إن دبلوماسيين من الاتحاد وألمانيا وفرنسا والنرويج رحبوا خلال لقاء مع جروندبيرغ بإطلاقه مشاورات مع الأطراف اليمنية والفاعلين الإقليميين والدوليين وأكدت دبلوماسيون خلال اللقاء دعمهم لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن دون مزيد من التفاصيل وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ قد بدأ سلسلة من المشاورات مع قيارات الأحزاب اليمنية في الأردن وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إنه سيشاور مع أكثر من مئة يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن خلال الأسابيع القادمة وأضاف البيان أن هانس سيتابع مشاوراته مع الحكومة اليمنية والحوثيين ومع المعنيين الإقليميين الدوليين وقال هانس جروندبيرغ إن هذا وقت عصيب بالنسبة لليمن وإن استمرار النزاع يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض آفاق الحل السلمي وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتأسيس عملية جامعة تعكس اتجاه هذا المسار المدمر في الوقت الراهن وتوفر فرصا ومساحة للحوار على مستويات متعددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر